بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم الاربع من الاسبوع الاول من الصوم الكبير ورسالة ربنا عشان انت تقدر توصل في حياتك الروحية المعاطل اللي بيعطلك اللي دايما كلنا مش قادرين عليه هو ان تحب تحب عشان كده المزمول احفظ نفسي ونجيني احفظ نفسي ونجيني لا اخذى لاني عليك توكلت انظر الي وارحمني طب بس هيها ترحمني عشان انا مش قادر اغفر مش قادر احب الاعداء عشان كده الرسالة بتاعتنا بتقول لك كده احب اعداءكم احسنوا اليهم اعطوا انتم لا ترجوا فيكون اجراكم عظيما وتكونوا بني العلية فانه صالح على غير الشاكرين والاشرار فكونوا رحماء كما ان اباكم رحيم ولا تدينوا لكي لا تدانوا عشان كده مهم جدا انه في اثناء رحلتنا لازم الانسان يبتدي يقول ايه انا هنضف هذا القلب واحد جي من برة ورمى شوية قدرات فيه داخل قلبي اللي هي القراهية والحقد والايا كانت الخطيئة اللي بتسببها لك انت محتاج انك انت نضف قلبك نضف هذا القلب مش مهم الاخر مش مهم صدقه او كدبه مش مهم الناس اللي برة المهم انت انت ورحلتك عشان انت اللي بتدور في داخل قلبك على هذا الكنز العظيم مش هتلاقي الكنز ده اللي في داخل قلبك الا لو نضفت هذا القلب الله لا يسكن في قلوب مملوقة بقراهية وحقد وشهوة وغضب وكبرياء لا يسكن في هذه القلوب عشان كده يقولك انت رايح عشان تدور على هذا الكنز العظيم وانت ماشي في الحد الاولان الاسبوع الاول كله بتدور هلاقي الكنز ده ازاي اه الكنزك السماوي انت محتاج تقوله هنا انا عايز انضف هذا القلب هذا القلب احبه اعدائكم ما اكثر ما اكثر اتعب علشان كده احنا بنقول بنتعب قوي عشان نحب اه عشان كده بنقوله احفظني يا رب ونجيني نجيني من نفسي ومن شهواتي ومن كبريائي ومن غضبي ومن خزي علشان اقدر احب انضف القلب وحب زي ما انت حبيت ربنا يضيكو كل نعمة وبركة لالهنا المجد والكرامة الى الابنت امنوا اشتركوا في القناة